السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو رح نعرفكم عن أفضل سلالات الماعز في العالم اللي تعتبر من السلالات الأولى عالميا في إنتاج الحليب نظرا لإدرارها العالي للحليب وهاي أحد ميزاتها اللي جعلتها منتشرة في أقلب دول العالم عن طريق شراءها وتصديرها من موطنها الأصلي ماعز الثانين هي سلالة بيضاء اللون سويسرية الأصل حيث تعتبر سويسرا هي البلد الأصل لهاي السلالة ومنها انتشرت إلى دول العالم للطلب المتزايد عليها من قبل المزارة أما الصفات الشكلية لهاي السلالة من الماعز فاللون السائد لماعز الثانين هو اللون الأبيض وآدانها قصيرة ومنتصبة للأعلى ووجه مستقيم أو مقعر وعنق طويل ويمكن أن تكون هاي السلالة بقرون أو عديمة القرون وذات شعر أبيض غصير جدا وتتميز بكبر حجم الضرع والنشاط الواضح إلى جانب كبر حجم مظهرها أما ميزات هاي السلالة من الماعز فيصل إنتاج الماعز الواحدة من الحليب ما بين 3 إلى 3.8 لتر يوميا من الحليب وبيمتوسط إنتاج سنوي يصل إلى 900 لتر للماعز الواحدة من الحليب وزن الإناث البالقة يتراوح ما بين 50 إلى 70 كيلو أما وزن الذكور البالقة يتراوح ما بين 75 إلى 100 كيلو ونسبة الخصوبة في هذه الماعز عالية لذلك تعتبر من السلالات المتعددة التوائم عند الولادة ومتوسط وزن المواليد عند الميلاد 3 كيلو للصغير الواحد وتستطيع هاي السلالة التاقلم مع الظروف البيئية الصعبة وهذا أحد أسباب انتشار هاي السلالة إلى دول العالم بشرط تربيتها في حضائر مضللة مثل حضائر الأبقار وتحتاج إلى تقضية جيدة ومرتفعة من العلاف الغنية بالطاقة والبروتين نظرا لإنتاجها العالي من الحليب وفي الختام نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته